أعزائي المشاهدين أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء دائما في إطار تقضيتنا للدورة الخامسة للمعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية يسعدني أن أستضيف ببلاطو القناة السيد نبيل بن عزوز رئيس الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة أهلا وسهلا بك سيد بن عزوز أهلا وسهلا أولا سيد بن عزوز هل عرفتم هنا بالفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة؟ بكل صلوب الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة هي مكونة من عدة جمعيات جمعيات البناء، جمعيات المختبرات، جمعيات الاستشارة وجمعيات التكوين وينضم تحتها، تحت لوائها عدة مكاتب استشارة والدراسات، وعددهم يفوق 250 مكتب استشارة وهندسة بطبيعة الحال لها تمثليات على صعيد التراب الوطني ومتواجدة في جميع الجهات المغربية نعم، وما هي القيمة المضافة التي يطرحها مشاركتكم في مثل هذه التدهورات؟ تقصد المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية؟ المشاركة في مثل هذه التدهورات هي بالنسبة لنا عمل استراتيجي وممأسس له بحيث لنا لجنة في المكتب المثير للجامعة، لنا لجنة مختصة في التنظيم والمشاركة في التدهورات العلمية والتقنية مثل هذه نعم، يعني هذا القطاع، قطاع البناء والأشغال العمومية أكد أنه يواجه تحديات كبرى في المغرب هل لا تحدثتم لنا عن هذه التحديات؟ وكيف تقومون في إطار الفيدراليا بمواجهتها؟ هذا القطاع هو يواجه تحديات بحكم تموقعه بحيث أن هذا القطاع هو عبارة عن ملتقى الطرق بالنسبة للبرامج التنموية الأخرى كل هذه البرامج لا بد أن تلتقي في هذا القطاع لأن هذا القطاع هو يمولها بالبنيات التحتية سواء كانت طرق، سواء كانت بنيات، سواء كانت قناة، سواء كانت موانئ فهو بحكم تموقعه يحاول أن يلبي طلبات ورغبات هذه البرامج فبالتالي تصبح له إشكاليات أكثر من قطاعات أخرى إذن هناك تحديات، هناك طبعاً تحديات أخرى ضرفية التي تتمثل في تحديات من نوع وضوح ضؤية بالنسبة لهذا القطاع لأن كما يقال أن هذا القطاع إذا نجح فكل اقتصاد ينجح معه فهو بمثابة مقياس لنجح اقتصاد بلادنا فبالنسبة للقطاع هو مرتبط تبع الحال بالتمويلات بمشاريع الاستثمار وكما تعلمون أن الآن السلطات العمومية شيئاً فشيئاً فإنها تتناوب مع القطاع الخاص من أجل استثمار مشترك بما يعبر عليه بالتشارك الشركات بين القطاع العام والخاص العام والخاص وبطبع الحال هذه الطريقة في الاستثمار والتمويل لا شك أنها طريقة المستقبل أنها نموذج المستقبل لكننا يجب علينا كقطاع عمومي وكسلطات عمومية وكناشطين في القطاع خواص كلنا أو عموميين أن نكرس لهذه المنظومة الجديدة تفكيراً خاص لكي ننجحها وننجحها بالظروف الملائمة لخاصيات بلدنا نقطة أخرى سيد بن عزوز عن تواجد مقاولات البناء والأشغال العمومية في السوق الإفريقية هل ترون أن المقاولة المغربية قادرة على منافسة مقاولات أخرى في السوق الإفريقية؟ بالطبع الجواب هو بنعم لسبب بسيط هو أنه نظراً للمشوار الذي قطعته المقاولات المغربية سواء كانت مقاولات هندسة أو مقاولات إنجاز نظراً لمشوارها ونظراً لمجهودات التأقلم التي قامت بها حتى تنجز ما أنجزته في بلادنا فبالطبع هذه التجربة هي جاهزة لكي نتقاسمها مع إخواننا في القاضة ونتقاسمها بثكة وبطريقة تكون قريبة لطرق الاشتغال في بلادهم ولظروفهم لأن مستوى النمول الاقتصاد في بلدنا هو أقرب لهم من مستوى بلدان قد تأتي من أوروبا أو أمريكا أو أنحاء أخرى من ناحية أخرى نحن نظراً للتجربة التي عشناها لكي ننهض بمشاريع بلادنا ولكي نتأقلم مع الطرق التي وضعتها بلدان قد صبقتنا فهذه تجربة التأقلم والتحيين وإكساب طابع خاص لتجربة عامة حتى نجعلها تكون ذات علاقة مباشرة ومجدية مع بلدنا آخر سؤال سيد بن عزوز ما هي انتظارتكم من العقد البرنامج الذي سوف يجمعكم بالبرنامج الذي تشرف عليه وزارة الجهز والنقل واللوجيستيك والمقل العقد هو عبارة عن أداة مرجعية تمكننا من الارتكاز عليها كلما كان هناك مسألة نتدارسها مع السلطات العمومية بما أن العقد سيجمعنا مع السيد رئيس الحكومة ويجمعنا أيضا مع 11 وزارة منهم طبعا الحال وزارة تجهيز التي تقود هذه المقاربة بالنسبة للعقد هو جميع ما نتكلم عليه جميع التحديات التي نتكلم عليها سواء في الهندسة أو عند شركة الإنجاز هي موجودة في هذا العقد ووضعنا لها إطار لكي نتحادث حولها لكي نتحاول حولها فالعقد لا يأتي بحلول جاهزة ولكن يأتي بإطار لكي نتحاول إطار تنظيمي لكي نتحاول بطريقة رسمية ومهنية وموضوعية وتكون له هيكلة للحوار وتكون آليات للحوار حتى تصبح أعمالنا ذات جدوى ولدي على ذلك أنه الاتفاق ينص على لجان تتبع إنجاز الاتفاق فسوف لا نوقع عليه ونقف عند هذا الحد لكن ستكون هناك لجان لتتبع بمؤشرات علمية وموضوعية فأين وصلنا وأي ورش نجح أم ما نزل هناك طريق طويل نتمنى لكم إن شاء الله تتوفق شكراً سيد نبيل بن عزوز على تلبية الدعوة وعلى حضوركم معنا في بلاطة الحناس شكراً لكم عزائي المشاهدين شكراً على مسابعتكم وإلى اللقاء